توقعت مطارات دبي تعامل مع أكثر من 64 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في العام الجاري 2022 في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي التي حققها المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وكان مطار دبي قد شهد أداء قويا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن الارتفاع المطرد في أعداد المسافرين تجاوز توقعات المراقبين السياحيين لمطار دبي